اللجنة يا عبشة وانا ايدو البارة هتبدأ واندك هيحمل ايه يا عبشة قط قط أنا وصلت يوم 28 في مجال التخليف بالنرب وده سنتي جعلني خاصة بالنرب كل عمالت عمليتين رحمية لعمل مصطفحاتنا خويلة وحصلت بالإيمال الشديد جداً من كنت الجنزاء ومن تقصبين على حق لأن لازم كان يبقى فيه تفعيل قانون العزل من البداية من بداية المجلس مشتغل كان قانون العزل اشتغل إنما للأسف الشديد جايين دلوقتي بعد ما زلانا وعايزين نشيله ايه؟ شفيع فلازم شفيع يمشي شفيع ما ينزلش ازاي يحكم؟ ازاي يحكم اللي هو كان تبع المخلوق وشفيع هو هو أصلاً المسؤول الأول والوحيد عن عن موقعة الجمل أنا وصلت يومها اتكسرت في التحرير ازاي شفيع هو يجي رئيس عليها تاني أنا الدكتورة عمي خليفة أنا مديرة الإشراف الأملي في الداني التحرير يعني دي رقم واحد وأنا مقاسمة مع أخواتي علشان عايزين نفاعل قانون العزل السياسي على أخذ واحد من سلول أسقطناه وإن شاء الله مش عايبة رئيس حتى لو المجدس العسكري عملوا رئيس مش عايبة رئيس إن شاء الله مش عايزاها علشان اللي عملوا في الوصفين والعملين في مصر تاني مش عايزاها علشان هو لا يصنحتوا احترامنا لا يصنحتوا احترامنا حرامي قاتل إسرائيل واحد قاتل وهيده غرقانة بالدخل يا برئيس أحد مشطاء حركة كفاية مؤسسينها في الشرقية ومعتقالها لوعيد في حدس المحل أنا موجود هنا في الدادراب ده بقالي أسبوع كان مفترض إن أصلاً يحرد شبيخ خارج اللعبة الانتقابية لما يرجع للمحكمة ويصدر حكم في قطلان القانون في الحالة دي هكي يرجع هو ده المنافسة أما كطلان القانون في خارج مجلس الشعب بشكل دستوري فمفترض إن أحنا نتشاهد خارج المنافسة أصلاً وجدوا جوه المنافسة ليه حاجة غير دستورية مجدين يا عبد الله